بسم الله الرحمن الرحيم وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات عنواننا لهذا اليوم ما ملكت أيمانكم هل يجوز إذا كان رجل يملك الكثير من المال أن يشتري بنات الآخرين لممارسة الجنس وأصبحوا حلائل لنرى حكم الله في هذا الموضوع وبكل شفافية وبكل هدوء وبكل وضوح أولا يجب أن نميز بين الإماء الإماء هن سبايا الحرب وهذا موضوع انتهى في زمانه ولم يعد له وجود في الوقت الحالي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكه وهو القائد المنتصر لم يأخذ أسرى ولم يأخذ سبايا هذا موضوع الإماء انتهينا منه ثانيا الأيام الأيام هن العازبات غير المتزوجات في المجتمع لكن ما يهمنا هو ملك اليمين ماذا يعني ما ملكت أيمانكم حسب النص القرآني هن الخادمات اللواتي يعملن بأجر داخل البيوت في صورة النساء بصفحة كاملة الله أوضح العلاقة مع ملك اليمين طبعا أسماها القرآن الكريم الفتاة الفتاة أو الفتاة هو الذي يعمل بأجر قال تعالى إذ قال موسى لفتاه أي إلى الخادم الذي يعمل عنده يوسف عليه السلام قال لفتيانه أي إلى الخدم اللواتي عنده امرأة العزيز نسوة المدينة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه أي الخادم الذي يعمل عندها فقال تعالى صراحة في صورة النور الآية الثالثة والثلاثين ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء فلو كان مسموح معاشرتها جنسيا لماذا هذه الآية في صورة النور قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين أي في صورة النور وفي كل الصور الأخرى قال الله سبحانه وتعالى أن الفتاة التي تعمل عندنا بأجر يجب عدم إكراها على البغاء ونركز كثيرا على صورة النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إذن هي تريد أن تكون زوجة محصنة بالشرف وبالأخلاق فلا تكرهها أن تعمل معك بغاء وهي تريد أن تكون زوجة محصنة لها مكانتها الكاملة وردت سبع مرات ما ملكت أيمانكم في صور النور والنساء والروم ما ملكت أيمانهم وردت أربع مرات في سور المؤمنون والأحزاب والنحل والمعارج ما ملكت يمينك مرتين في سورة الأحزاب وتخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات ما ملكت يمينك بالمفرد لكن لو فرضنا أنه يسمح معاشرة ملك اليمين جنسيا فماذا نقول في مرتين وردت في القرآن الكريم ما ملكت أيمانهن إذن إذا قلنا ما ملكت أيمانهن وردت في سورة النور وصورة الأحزاب فماذا سنقول في هذه الآية هل يسمح للإمرأة التي عندها مال أن يكون عندها ذكور بما يسمى ملك يمينها الجواب لكم سننظر في الفقرة الثانية إلى طريقة الزواج من ملك اليمين إذا هناك شخص ليس عنده سيولة مالية أي نقول في اللغة إيده غير طائلة يعني إيده ماي طائلة يعني هو لا يملك الكثير من المال إذا كان يريد أن يتزوج هو أو يزوج أحد أولاده فأمامه طريقين إما أن يتزوج إنسان محصن من سكان البلد بنت فلان بنت فلان بنت فلان وهذه تحتاج إلى مبلغ من المال أو يتزوج إنسان تعمل عنده بأجر هذه ترضى بالقليل إذن إما أن يتزوج إمرأة محصنة أو يتزوج ملك اليمين ولننظر إلى الآية الكريمة الآية الكريمة في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات انظروا الآية 25 من سورة النساء بدقة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وقلنا الفتاة تعني الخادمة التي تعمل بأجر لذلك تتابع الآية الكريمة فانكحوهن بإذن أهلهن أي يجب الاتصال مع أهل الخادمة التي تعمل لكي آخذ الإذن وكأنها خطبة رسمية فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن أي هنالك مهر بالمعروف أي المهر المتعارف عليه في المجتمع أي الزواج بموافقة الأهل زائد مهر وتتابع الآية الكريمة بهذا الوضوح وهذه الدقة محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يعني لا صاحبة ولا عشيقة محصنات تأكدوا من ذلك في الآية 25 من صورة النساء إذن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان لذلك الله سبحانه وتعالى يستخدم كلمة أو أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعني إما أتزوج هذه أو أتزوج هذه ولا مرة قال وما ملكت يمينك إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن له خصوصية خاصة فهو صاحب الخلق العظيم ونحن أخلاقنا يعني تحتاج إلى إعادة نظر لذلك وردت مرة واحدة وما ملكت يمينك بطيغة المفرد في سورة الأحزاب الآية 50 يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إذن الزواج من ملك اليمين هو زواج شرعي فقال تعالى فإذا أحصنا أي أصبحت زوجي محصنة وطالما هي غريبة عن البلد فإذا عملت مشكلة فالله وضع لها نصف العقوبة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لاحظوا هذا الدين الرائع لاحظوا هذا الرقي إذن ليست عبدة ليست محتقرة تصبح محصنة وتصبح زوجة ولها مكانتها مع ذلك عليها نصف العقوبة فالدين الإسلامي هو دين الرقي دين الحضارة فالأنسة محترمة سواء كانت سيدة أو كانت خادمة تعمل بأجر وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة